اشتركوا في القناة 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 والسؤال دلوقتي هل اخذ الله عز وجل على بني اسرائيل الميثاق بهذه الاصول واذكروا يا بني اسرائيل حين اخذنا عليكم عهدا مؤكدا في التوراة لا يريق بعضكم دم بعض ولا يخرج بعضكم بعضا من دياركم ثم اكررتم واعترفتم وقبلتم يا بني اسرائيل العمل بهذا الميثاق وانتم يا يهود المدينة تشهدون على صحة هذا الميثاق فهو موجود في كتبكم والسؤال المهم دلوقتي هل التزمت بني اسرائيل بهذا الميثاق؟ تاريخ بني اسرائيل تاريخ ملطخ بالدماء تاريخ لونه احمر قاني ومن قتل نبيا من انبيائه لن يتورع ابدا عن قتل مسلم او مسالم اذا سنحت له الفرصة بكل تأكيد نقض بني اسرائيل الميثاق وقتلوا العديد من الانبياء فقطعت رأس سيدنا يحيى ابن زكريا عليهم السلام وكان ذلك من اجل امرأة بغي اراد احد الملوك ان يتزوج بها وكانت لا تحل له ولم يكتفي هؤلاء القتل بقتل يحيى ابن زكريا فذهبوا الى ابيه زكريا وهو في المحراب يصلي فر سيدنا زكريا عليه السلام من بني اسرائيل ولكن هؤلاء القتل اخذوا يلاحقونه واثناء فراره انفتحت له شجرة فدخل فيها فدل الشيطان بني اسرائيل على مكان الشجرة فنشروه هو بداخلها ولما جاء نبي الله عيسى عليه السلام بالمعجزات الباهرة كأحياء الموتى ونزل عليه الانجيل رغب الكثير من اليهود في دخول ملته فخاف احبار اليهود وحاولوا قتله ولكن الله رفعه وحتلاح حضرتك في العهد الجديد وفي انجيل متى اشارة الى ذلك نظر عيسى عليه السلام الى اسوار ارشاليم وقال يا ارشاليم يا ارشاليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم وفي زمننا ده للأسف كثر القتل على ادفه الاسباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج كلنا ومن هرجو قال القتل وللأسف الشديد اكتر حاجة في الزمن ده هو القتل ابن بيقتل ابوه علشان فلوس او ميراث وابن بيقتل امه علشان شمت مخدرات او يسرق دهابها واب بيقتل اولاده علشان مش قادر ينفق عليهم وصاحب بيقتل صاحبه علشان يسرق منه 1000 جنيه او توك توك واحدة بتقتل جزه علشان مش بتحبه وعايزة تتجوز غيره وتلميس بيقتل مدرسه علشان ضربه في الفصل حتى الحيوانات ما سلمتش بيمسكوا الكلب ويعزبوه لغاية الموت وواحدية الواحد في طبور العيش وواحدية الواحد علشان ماتش كورة والعنف انتقل للاطفال وبقى كل واحد بياخد حقه بدراوه كتير مننا للأسف الشديد استهان بحرمة الدم مع ان زوايا للدنيا دي كلها اهوى على الله من حرمة دم مسلم واحد وكتير مننا للأسف الشديد في الزمن ده لاختلاف في وجهة نظر او في رأي بيحرد على قتل الطرف الآخر لا تساعد على قتل مسلم ولو بشطر كلمة فاحذر اخي الكريم وإياك من حرمة دم المسلم او ماله جزاكم الله خيرا وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تقرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة